علاقته فلان قوية جدا ده بيعودوا مع بعض وبيتابعوا بعض التدريبات يعودوا يشوفوا المطشاط ومين ايه ومين ايه بيعودوا ساعات طويلة جدا فلان التاني ده بيهزروا مع بعض طول الوقت طب هل ده معناه انه يبقى فيه خلاف ولا لا هناك زي ما بقول كده محتاجين يا جماعة ارجوكوا احنا كلنا ما عندناشي النهاردة رقم واحد واثنين وعشرة المنتخب المنتخب بالجهاز الفني بالاداري بالطبي بكل ما يتعلق بالمنتخب بالاجراءات اللي بتتعامل مجلس الاتحاد الاتحاد المصر وكرة القدم دعم الجهاز ودعم المنتخب بالكامل لان احنا في هذه المرحلة مش عايزين نروح في سكة خلافات نبعد يا جماعة عن اي الكلام ده كلام ده مش هيودين حاجة احنا عايزين حاجة واحدة ربنا يكرمنا ان شاء الله مباراة 25 مارس هنا في القاهرة والمباراة التانية سواء 28 او 29 في دكار دول المطشين اللي احنا كلنا النهاردة بنشتغل عليهم دول النهاردة اللي فيه الدولة بكل جهتها ومؤسساتها تسخر كل امكانياتها لدعم الابطالة اللي قدام حضراتكم لدعم الابطالة اللي قدام حضراتكم ما فيه مسؤول النهاردة الجهاز عايز ايه حاضر عايزين خمسين الف ولستين الف في الساد القاهرة ان شاء الله وانا اعتقد النهاردة كان الدكتور اشرف صفح وزير الشباب رياضة تواصل مع سيد محمود توفيق وزير الداخلية اليوم عشان بحث الترتيبات الخاصة بالجمهور في الاستاد طب انا النهاردة عندي تسكرتي شركة تسكرتي وعندنا تجربة جميلة جدا تسكرتي المطشات اللي بتتعمل النهاردة حتى لو كان الف واحد طب مطشات بطولة ام افريقيا تسعتاشر ما تسكرت اللي عملتها كان فيها مشكلة كانش فيها اي مشكلة وكان الاف الجماهير اللي موجودة وبتحضر مطشات يبقى انت عندك نظام النهاردة فانا النهاردة عارف مين اللي بيشتري التسكره بيدخل اونلاين بياخد التسكره بتاعته وعندي كل التفاصيل الخاصة بيه ما عندناش مشكلة في هذا الموضوع احنا عايزين الجمهور واخلي بال حضراتكم مباراة القاهرة الاولى خمسة وعشرين مارس هي البداية الحقيقية هزي المباراة انتهينا ان شاء الله على ارض مصر في استاد القاهرة استاد الرؤى بعايز اقول لكم الخمسين الف ولا ستين الف اي ان كان العدد ما اعتقدش ممكن يبقى اكتر من كده ولكن لو خمسين الف عظيم جدا ياريت خمسين الف بس مبقاش اقل من كده ليه بقول كده الخمسين الف يبقى رايحين يشجعوا خدوا الجمهور جمهور الكورة جمهور اللي بيشجع اللي رايح من قبل المطش ما يبدأ بتلات ساعات ولا من قبلها بساعة عشان ما يتعبوش يعودوا بس مصر مصر هتفات لللعيبة هو ده اللي احنا عايزينه النهاردة الترتيبات كلها تكون هذا العدد الكبير السنغال ومتخب السنغال رغم انه محترفين وبيعبوا في كبريات الاندية في القرى الاوروبية ولكن تاني بيبقى عامل حسابه ان جاي هذا الاستاذ لما يفتكر لما غلبنا السنغال على ارض لما غلبنا كدفوار لما غلبنا الكاميرا لما غلبنا غلبنا على هذا ارض استاذ القاهرة واختيار متميز جدا ويمكن بقول لها حالكم من يوم مطش تاني يوم مطشينا مع السنغال قلنا اتمنى استاذ القاهرة لانه عارفين قوة استاذ القاهرة واهمية استاذ القاهرة واهمية هذه المباراة اللي بقول كده ننسى اي حاجة النهاردة من هنا لحد ما خلص المطشينا ان شاء الله دعم كامل الجهاز الفني دعم كيروش وجهازه بالكامل دعم كل نجومنا وابطالنا في المنتخب ما عندناش النهاردة غير هؤلاء يستحقوا دايما نتكلم عليهم لازم ندعمهم نهاردة اتحاد الكرة كل التكسيلات كابتن كيروش له طلبات هتتعمل كل طلباتك مجابع عايز معسكر هنعمل معسكر عايز مش عارف مكان اللي قامت انه هيبقى جاهز وموجود فين في الموجود هنا جنبنا في اكتوبر كل اللي عايز كيروش هيتعمل كله هيتعمل لو في مطش ودي تقدر تعمله قبل المباراة الاولى ياريت لو ادروا يعملوا الكلام ده لو يدروا يدروا الاجندة الدولية فين والكلام ده يعني يبقى فيه حاجة بالمعنى ده اللي طالبوا كيروش هيتعمل بالكامل الجهاز الفني كله وزين بقول كده النهاردة يعني كان الغريب كمان الفترة الماضية انت احنا يعني عاملين مطشاط رائعة ووصلنا لنهائي هذه القارة نهائي الامم الافريقية بالجهاز وباللعيبة اللي قدامنا تلاقي على طول الناس تتكلم في حاجات جانبية ليه حاجات جانبية ما تركز معاهم عملوا ايه ما عمل حاجة محترمة جدا اه لكن احنا النهاردة الاهم ايه خلاص نسينا افريقيا نسينا البطولة النهاردة عندنا الاهم الاهم جدا الصعود لكأس العالم في نوفمبر القادم في قطر اللي هم مطشين قدامك مطشين هنا وهناك تخلص من هنا عشان تبقى رايح هناك يعني رايح مش هقول رايح الموضوع سهل مش سهل منتخب السنغال منتخب قوي جدا ولازم معارفين كده واحنا منتخب قوي جدا احنا مش منتخب بسيط لا ولازموا عندنا التحدي ده احنا منتخب قوي وعندنا رجالة واحنا عندنا ثقة فيهم بالكامل هم دول ان شاء الله بثقاتنا فيهم كلهم اللي هيودونا كاس العالم وهيعملوا اللي الشعب الميت مليون مستنينوا منهم يبقى يستحقوا ندعمهم ايه ولا يستحق ندعمهم وما لناش علاقة باي اي شيء واي حاجات وانا عارف طبعا بعض الحاجات اللي بتطلع خلينا نركز يا جماعة كلنا وراء منتخبنا قدامنا يعني كام اسبوع قدامنا دعم للمنتخب بالكامل عايزين قبل المطش اللي جاي وهنفضل نتكلم ونفضل كل يوم وانا قلت قبل كده هنفضل نتكلم على المنتخب لحد ما ربنا يكرمنا ان شاء الله ودايما هيكرمنا بإذن الله تعالى عايزين موضع لقدم عايزين كرسي بقفاضي عايزين الدنيا كلها شايفة الساد القاهرة من من الظهر المطش هيكون الساعة تسعة بتوقيت القاهرة ومطش العودة في الساعة تسعة بتوقيت القاهرة أيضا دول المطشين طبقاً ليه تحديد الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا لما بعث ليه خطاب للتحاد المصري انبارح أحدد المعاد اليوم وأحدد المعاد الساعة تسعة مساء بتوقيت القاهرة مباراة الأولى ومباراة العودة أيضاً تسعة مساء بتوقيت القاهرة فنفس التوقيت فاحنا ناس تروح يفتحوا لأستاذ من بدري يجاهزه الأستاذ النهاردة دكتور أشف صبح وزير الشامب الرياضة كان بينسق في هذا الأمر أنه الأستاذ القاهرة يتم طبعا هو الأستاذ جاهز ولكن على الأقل بيبقاش فيه بعض الحاجات لازم عشان يستقبل هذه المباراة الأهم اللي احنا كلنا منتظرينها مباراة مصر والسنغال اللي هتكون أول مباراة يوم 25 مارس القادم هنا في القاهرة وربنا إن شاء الله يكرمنا بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى بأقدام رجالتنا وأولادنا